الأشياء المادية حولك تتكون من وحدات غير مرئية نطلق عليها الجزيئات والجزيئات تتكون من ذرات فردية تتفكك الجزيئات وتكون جزيئات جديدة كل الذرات التي تتلامس معها التي على الأرض في الهواء أو في الطعام الأشياء التي تنشئ كل ما هو حي بما فيهم أنت وجدت منذ ملايين السنين وتكونت في أماكن مختلفة عنها كيف أتت هذه الذرات؟ هذا ما أود أن أتشاركه معك بدأ ذلك منذ 14 مليار سنة في الانفجار العظيم الذي أسفر عن كون من الغاز لم يكن هناك نجوم أو كواكب كان الغاز مكون من ذرات بسيطة ويحتوي على 75% من الهايدروجين والباقي من الهيليوم لم يكن هناك كربون أو أكسجين أو نيتروجين لا حديد أو فضة أو ذهب في بعض المناطق كثافة هذا الغاز كانت أكبر هذه المناطق جذبت المزيد من الغاز ما أدى لزيادة قوة الجاذبية وسحب المزيد من الغاز ثم تكونت كرات غازية عالية الكثافة انكمشت بفعل جاذبيتها وارتفعت حرارتها يصبح قلب الكرة ساخنا لحدوث الاندماج النووي ذرات الهايدروجين تتصادم لتكون الهيليوم وتطلق الطاقة بقدر كاف لمواجهة قوة كماش الجاذبية عند خروج الطاقة نتيجة التفاعلات الاندماجية يحدث التوازن من هذا يولد نجم تنتج التفاعلات الاندماجية في قلب نجم كبير الهيليوم وأيضا الكربون والأكسجين والنيتروجين وكل العناصر وصولا إلى الحديد في النهاية ينفذ الوقود في النجم وينهار بالكامل هذا يتسبب في انفجار اسمه المستعير الأعظم أولا هذا الانفجار يطلق الكثير من الطاقة تجعل الاندماج يكون حتى تلك العناصر ذات الذرات الأفقل من الحديد مثل الفضة والذهب واليورانيوم ثانيا كل العناصر التي تراكمت في النجم مثل الكربون والأكسجين والنيتروجين والحديد وتلك التي تكونت في الانفجار تقضف في الفضاء النجمي حيث تختلط بالغاز صحب الغاز التي تحتوي على الهايدروجين والهيليوم الأساسي تكون مناطق عالية الكثافة تيذب المزيد من المواد نجوم جديدة تتكون شمسنا ولدت بنفس الطريقة منذ خمس مليارات سنة الغاز الذي نشأ منها كان مختلطا مع العناصر التي نتجت من انفجارات المستعير الأعظم الشمس مكونة من 71% من الهايدروجين و27% من الهيليوم ولكن في حين كانت النجوم الأولى تتكون من الهايدروجين والهيليوم فقط فإن العناصر المتبقية في الجدول الدوري تكون 2% من الشمس والأرض تتكون الكواكب نتيجة عمليات تصادفية لتشكيل النجم من نفس السحابة الغازية الكواكب الصغيرة لا تمتلك الجاذبية الكافية لتحتفظ بالهايدروجين أو الهيليوم الكربون والنيتروجين والأكسجين تكون فقط 2% من السحابة الغازية العناصر الأفقل تكون الجزء الأكبر من كوكبنا باستثناء الهايدروجين وبعض الهيليوم الأرض والهواء الذي تتنفسه وأنت وكل شيء مصنوع من ذرات تكونت داخل النجوم عندما علم العلماء ذلك في القرن العشرين علق الفلكي الشهير هارلوش عبلي نحن إخوة الصخور وأبناء عمومة الصحب واصل التعلم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك في القناة لا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة ترجمة نانسي قنقر